السلام عليكم. رح نتحدث اليوم عن Plotting in R. كيف نرسم الأشكال البيانية. كيف ننعبر عن الداتا باستخدام أشكال. هاي الأشكال بتوضح لنا توزع الداتا. طريقة تنظيم الداتا. أو بتختصر لنا فكرة عن الداتا. فهاد هي Plotting in R Programming Language. البيسيكين بلوتينج رح نستخدم فونكشن اسمه Plot. هذا الفونكشن برسم لي منحنة. منحنة لازم يكون عندي قيم ال-X وال-Y المنحنة السينية والصادية. قيم السينية والصادية. فلازم نعطي القيم للفونكشن. الفونكشن طريقة رسمه سهلة. Plot لل-X وال-Y. ال-X هو عبارة عن سيكونس. السيكونس هاي تبلشناه من-Pi.Pi قيمتها 3.14. لل-Pi اللي هي 3.14. وكل نقطة بينها وبين النقطة الثانية 0.01. ال-Y عبارة عن السين لل-X. ال-Plot رح يرسم لي النقاط بين ال-X وال-Y. فكل القيمة وشو القيمة المقابلها من ال-Y. وبرسم المنحنة. لو يجينا نستخدم ال-R Studio. فال-R Studio رح تكون الأشكال دائماً ظاهرة في هاي الجهة. في الجهة اليمنى. طبعاً موجود عنا الفايلز تاب. بيظهر لي شو الفايلز المش موجودة. ال-Plot لظهور الأشكال. وال-Package ليظهر لي الباكيجز الموجودة. وال-Help وال-Viewer. هلأ احنا بهمنا اليوم اللي هي ال-Plots. شو هي الأشكال الموجودة. فلاحظوا أنا رسمت هذا الشكل وهذا الشكل الثاني. الشكل الأول بمكاني أرجع باستخدام الأسهل اللي وجودي. بمكاني أعمل زوم على الشكل. بحيث يظهر لي بشاشة كاملة. بمكاني أعمله Export. بدي أعمله Save as Image أو as PDF. أو أعمله Copy to Click Board. بقدر أنسخه. فهي أحد طرق عرض ال-Plots داخل R Studio. المثال اللي موجود بال-Slide. اللي هي إنشأنا Sequence. اللي هو X. تساوي Sequence من ال-Pi لل-Pi. وكل فرق 0.01. وال-Y عبارة عن السين لل-X. فقيم ال-Y اللي ظهرت معنا لاحظوا. القيم الموجودة كلها هاي قيم ال-Y. لأنه احنا انتقلنا بس 0.01 بين كل نقطة والتانية. فطلعت لقيم كتير. وهي هي عبارة عن قيم ال-X من ال-3.14 اللي هي-Pi لل-Pi اللي هي 3.14. واستخدمت ال-Plot لل-X ال-Y رسم لي هذا الشكل. هلأ لاحظوا هون ال-X وهون ال-Y. إذا كانت قيم ال-Y أعلى من هيك رح يزيد المنحنة ويكبر الشكل. لو أخذنا سيكونس تاني اللي هو-3 ل-3.0.1 فغيرت أنا القيم. وال-Y هي عبارة عن السين لل-X ورسمتهم. رح يظهر معي الشكل التالي اللي هو القيم نفسها صارت شوي موزعة. بطل يظهر عندي line ثابت كل مخطط. إذا بدي أغير شكل الخط. كيف بدي أغير شكل الخط؟ بدي أغير الرسمة شو عنوانها. فأقدر أستخدم ال-Bloat Function. بحدد ال-X وال-Y اللي هي القيم على المستوى السيني وقيم المستوى الصادي. type equal one. بحدد شو نوع ال-Graph معناته line. و-Graph of Sinus Function هاد اسم؟ ال-Graph بظهر لي هون title ال-Graph. فدائما بدي أنتبه إنه قيمة واحد معناها أنا بدي إياه line. مش قيمة واحد بيكون في عندي dotted. في عنا type في عنا L كمان also for line و P for points. وفي عندي المين اللي هو title ال-X plot. وفي عندي المنحنة الصادي ومنحنة الصادي بقدر أيضا أضيف لهم labels. حاليا أنا بهمني إنه تعرفوا إنه أنا بقدر أعمل رسم بياني باستخدام sequence of data. هاي ال-Data اللي هي هون ال-X والقيم المقابل ال-Y. نوع ال-Function نوع ال-Graph هون line. و-Title لل-Function. هلا ال-Plots بقدر نسيفها بطريقة تانية. مثل ما فرجتكم أنا بال R-Studio بقدر أعملها export. بنفس الوقت بقدر أستخدم الكود. بقدر أستخدم function PMP وبضيف اسم ال-image.pmp. فهو بعمل creation لbitmap file. هل مثل ما كنا نستخدم ال-sync file هون بقدر أستخدم ال-BMP بحيث إنه أعمل creation لفايل. هذا الفايل من نوع bitmap بقدر أسيف عليه ناتج الصورة. لما أسيف عليه ناتج الصورة مجرد أنا أضفت ال-command pmp-sinus.pmp رح ينشئ لي. file pmp نوعه اسمه sinus. لما أرسم أنا ال-Plot XY بنفس ال-Graph اللي رسمناه قبل شوي. رح يتم تخزينه على sinus.pmp و-dev.off معناته close the file. فلازم كل مرة أنا بفتح ملف لازم أعمله clothing. طبعا إذا بدي أخزنه ب-other type of files بقدر أستخدم gpeg لحتى أخزنه as gpeg image. بقدر أستخدم pdf لأخزنه as pdf file. scatter plot هو نوع من أنواع الرسوم أيضا المستخدمة بتعبر لنا عن relationship between two variables. ممكن تعبر عن أكتر من أنواع علاقات تاني ففي عنا مجموعة من scatter plots بتفيدنا في تعبير عن العلاقات بين variables. فلو أخذنا هون ال-cars وال-speeds وال-destinations الموجودة عنا. ال-data الموجودة بدي أعمل scatter plot زي هي. فهو بيبين لي ال-speeds وين موزعة مقارنة مع distance. فال-plot اللي بدي أرسمه ال-scatter plot هون برسم ال-plot باستخدام function اسمه plot. ال-cars dollar speed اللي هو ال-variable الأول. ال-cars dollar destination ال-variable الثاني. ال-main هون معناته هذا title اللي رح استخدمه ال-speed and stopping a distance. هادي الموجود هون 4-cars. ال-xlab speed هون لاحظوا هاد ال-xlab هاد أنا title اللي بدي أعطيه للمحور السيني. اللي هو هاد. وبقدر أعطي ال-ylab هو title اللي بدي أعطيه للمحور السادي. فهيك أنا رسمت scatter plot. هون أنا ما حددت نفس طريقة رسم ال-plot بس أنا ما حددت شو نوع ال-plot. بما أني ما حددت نوع ال-plot إن يكون line. فبطلع كنقات متفرقة. ال-par plot. ال-par plot أو ال-histogram هو عبارة عن مجموعة من ال-pars بتبين لي كل نقطة شو يقابلها ب-par مضلل. كيف بدي أرسم ال-par plot؟ بكل سهولة في عندي function اسمه par plot. وبحط ال-variable أو إذا كان عندي sequence معين هادا sequence مثلا اكس. وبقدر أعطيه as input. أو بستخدم education dollar count. فهو بأخذ لي القيم الموجودة هون لحالها لوحدها هاي القيم. بيشوف القيم هاي قدية مكررة. لحتى أظهر البار بشكل مناسب أكتر بقدر أضيف names. في الرسم الأولى إحنا ما كان نبين عنا كل عمود شو معنا. لحتى تكون الأعمدة واضحة أكتر بالنسبة إلنا والرسم يكون موضح أكتر. بقدر أضيف names.arg ل-argument لل-names. فباخده من وين؟ من ال-variable اللي هو education dollar level. فال-variable اللي هو هاد رح أستخدمه أنا كمسمة للمحور السيني. فهو less than hs, hs, college, associate, bachelor, advanced. فلاحظوا قيمة ال-advanced هون. قيمتها تقريباً 2 وإشي. فالقيمة ال-advanced 2.5 من ال-count. فهي ال-count تم تمثيله ب-bars. لما أضفنا له ال-level صار أوضح بالنسبة إلنا شو هي القيم. ال-piplot أيضاً شكل مستخدم لحتى يبين لي عادة النسب أو توزيعات معينة في ال-data. فبإمكاني أستخدم ال-piplot للتعبير عن variable معين. بتذكروا كلمة ال-attach أو ال-function اسمه attach. ال-function اسمه attach لما بضيف له data set أو data frame. معناته أي variable داخل ال-data frame بقدر أستخدمه بدون ما أستخدم ال-education وال-dollar simple. فبدي أرسم ال-pi باستخدم ال-function اسمه pi. وال-count اللي هو ال-variable اللي موجود من ال-data frame education. فرح يظهر لي كل قيمة كجزء من ال-pi. طبعاً بالشكل الأول لأنه أنا ال-pi لل-percent هون. ال-count ما أظهر لي title ما في titles. لما ما أظهر لي titles فهي يعني بتكون قيم مضللة. ما بنقدر نستفيد إحنا كتير من الشكل بما أنه مش واضحة بالنسبة إلى ال-titles. لحتى أضيف ال-titles في عندي ال-pi labels بقدر أعمل paste ل-level و-percent. ال-level وال-percent بتكون هي ال-data levels الموجودة. بال-data فعندي level وعندي percent فأضفناهم لل-pi chart. ال-pi labels عملنا له paste لل-level وال-percent. الآن ال-paste لل-pi labels أضفنا إذا بننضيف percent. هون بدي أعمل separation بين ال-pi labels وبين ال-percent باستخدام ال-percent الموجودة أو بدي أضيف percent موجودة. فمش بس أضفت أنا نوع ال-data أو ال-level الموجود ولا ال-percent أضفت كمان الإشارة. فها هي بالنسبة لل-pi chart لما باجي برسمه pi برسم بال-count بضيف labels equal pi labels. لاحظوا الإضافة تم إضافة ال-pi labels لل-chart فظهر عندي الشكل هذا. حتى يكون أوضح لازم ناخد بعني اعتبار أن ال-data يكون لها title يكون لها label فهي واضحة بالنسبة لنا. ال-3d-pi بفرق عن ال-pi مجرد أنه هذا 3d رح يكون بس فيه إلو ارتفاع الشكل إلو ارتفاع. فمنستخدم نفس الطريقة في عندي ال-count أخدنا ال-pi 3d هو function برسم لي pi chart على شكل 3d. ال-labels أخدناهم نفسهم ال-pi labels. ال-exploit هون القيمة هاي عشان أدي ارتفاع ال-chart اللي إحنا بدنايه. ال-package اللي إحنا بحاجتها اللي هي plot-rex. plot-rex هي بقدر أستفيد منها إنها فيه functions خاصة لل-pi 3d. ال-histogram بشبهه ال-columns اللي رسمناها قبل شوي. أحيانا إحنا بيكون بحاجة ال-histogram لنرسم ال-data. ال-data بتكون بس مجرد أرقام. ال-histogram هو بسهل علي عملية الرسم. بعطيه sequence لل-variables أو القيم أو ال-variables الموجود قدامي. بدي أعمله histogram. بشكل مبسط رح يرسم لي شكل ال-histogram. بتفيدني عشان أعرف أنا normal distribution هل هو normal distribution ولا لا؟ طبعا كل ما كان الشكل أقرب لل-bill shaped أقرب لشكل الجرس فهذا بنسميه normal distribution. ال-density plot. ال-density plot هون بيكون في كثافة. ال-density بيبين لي شكل ال-data ككثافة. فهي أحيان بنفيدنا لنحسب قديش المساحة تحت المنحنة. فبنستخدمها باستخدام plot وبرسم density لل-x. يعني فيه function بتعطيني density اللي هي كثافة ال-x. وبرسمه بطلع قيمة density لل-x. بعدين برسم ال-plot لل-density لل-x. ال-box plot مثل اللي شرحت لكم عنه المحاضرة الماضية. فسهل كتير اسم ال-box plot أيضا. ال-box plot بحدد ال-variables اللي أنا بدي أرسم لهم ال-box plot. هون ال-variables اللي هو ال-box plot اللي هو ال-m-p-g by cylinders. فأنا بدي أرسم ال-box plot لل-m-p-g by cylinders. فأنا هون لحظه عملت 11 لل-m-t cards. بقدر استخدم ال-variables cylinders. ال-variables cylinders اللي هو قيم السيلندر الخاصة بكل سيارة. وال-m-p-g اللي هي miles per gallon. فأنا بدي أرسم ال-box plot لل-m-p-g بدلالة السيلندر. لاحظوا إحنا ال-m-p-g تذكروا لما طلعنا ال-first quartile وال-thirty quartile وال-median. فتذكروا دائما أن الوسط هو ال-median. في عنا ال-first quartile وال-thirty quartile.